ما عرفتش ليلي أهل شيء على الهواء رزق الله على هاد الايام الحلوية الله يواجه النجوم ليلة تقريبه نجوم الغناء العربي يكرمون صلاح الشرنوبي وجورج وصوف في ليلة واحدة ليلة طعم رفالاً ليلة دي من أنا وصغيري من أول ما بلشت غني بلشت بالأغانية الترابية فنان عظيم ومدرسة رحبوا معنا بمفاجأة حفل ألحان صلاح الشرنوبي سلطان الطرب العربي جورج وصوف فظهور جورج وصوف في ليلة صلاح الشرنوبي في موسم الرياض كان مفاجأة الليلة الاستثنائية دي في كل تفاصل سلطان الطرب العربي أحلى مفاجأة طبعاً أبو دي بليلة الشرنوبي وكلام الناس لحالها قصة في العالم العربي حبيبية عالمي هيك أراد المستشار الغالي أبو العاصر أنه تكون ليلة مفاجأة ليلة طلع الشرنوبي ليلة طلع الشرنوبي وهي دي بدعة حلوة وفكرة حلوة من حبيب الأب وناصر أنه يكرم صلاحه على قيدها حياتي وكثير شيء حلو وأنا أيني شرف تكون لأنه أنا مع صلاح لأنه كثير أعمال لكثير أعمال فأغاني جورج وصوف اللي لحالها صلاح الشرنوبي مش بس لك حد هي بات من الأيقونات وكل الأجيال بتسمعها لحد النهر ده عفنين ممكن ينسى الحب الأولاني أصعب فراء ليل العاشئين أو كلام الناس سلام الناس لبيقدم سلام الناس لبيقدموا لايأخر عند أب ودي يعني إيه كلام اللي بيحكم أد ما بيعقر كله ماشي بدي تحكيلي لأنه عليها جمعتكم مميزة وغيرتوا الأغنية الترابية الفضل جاء الله يرحمه طريق حاكم في طريق التوزيع والتنفيذ كانت هذي كتير كتير يعني عسرة النجاح اللي هنسبه كتيري بيينجوا أحد أغاني والله يواجب أن نقوم بلعلي تكريبه أعلى الشيء لأنه صاح يرم فنان حظيم وحساس وبيستاهل بس جورج مغناش كلام الناس في الليلة دي فاسمهناها بصوت واقل جصة ومن أغاني جورج كمان سمعنا إرضى بالنصيب اللي لحالة صلاح من حوالي 30 سنة بس بصوت عاصل حلاك بكلمتي قلت جورج وصوف لما بتغنيله بتكونك كمان عبتمور إبقى امتحان لأنه مش سهل أنه تغني لجورج وصوف في جورج وصوف مدرسة كمان وحالة خاصة فعاصل حلاني اللي جمعوا لحنين مع صلاح الشرنوبي كان حريص أن يشارك في التكريم ده فنان الكبير صلاح الشرنوبي فنان عظيم ومدرسة بالأغنية العربية مش بس المصرية وخلق من أوائل التسعينات لغاية اليوم مدرسة خاصة فيه ما بتشبه حدا فصلاح الشرنوبي مش بس أقدم ألحان مبتتسيش لأهم نجوم الغناء العربي كمان عمل خط موسيقي جديد سلاح الشرنوبي ثورة اللي عملتها في الموسيقى عايشة لهالف أنا سعيد جدا 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 بكل اللي قيل عني وبشكر بكل من قالها كلمة الحمد لله لا بجد بجد كتر خيركو يعني شكرا لكل اللي سائم بكلمة أو بالحضور طبعا الحضور العظيم ده في ليلى بردة شوية لكن في حضور دفتها بألحان الحمد لله يعني لما يبقى كومبليه أنا كنت على سعيد مستمتع الليلة طعمر فعلا الليلة دي الحمد لله فالليلة دي اللي اجتمعوا فيها النجوم عشان يحتفلوا بصلاحه ونجحاتهم معاه لخصت مسيرته الطويلة عبر مجموعة من اللحان الأيكونية اللي لحنها على مدى أربع عقود وكان راغب علامة من أوائي النجوم الحفل ده وهم قدموا كمان مع بعض النجحات لسه عايشة لحد النهر كنا نقلص الألاني ساعة ستة وسبعة وثمين الصباح نغني ونشتغل ونغير وأفكار كمان فهيدي ليلة الحنين ليلة الوفاء ليلة الحق بتحلى هديك الأيام راغب بتحلى هديك النجاحات أكيد هديك الأيام أحلى من هالأيام أكيد يعني بالإنتاج هالتكنولوجيا شوي خربت علينا الأغاني يعني صرنا ما نعرف مين بيعرف يغني أو مين ما بيعرف يغني وعم بغني مشاناك نحنا الأيام الأصيلة الأيام الحقيقية منحنلها ومنرجعها ومنتذكرها وكل ما نحنا أنا عم بتطلع اليوم بصلاح ومحمد مصطفى ومحمود موسى ومحسن جابر عم نتطلع بعيوننا عم نحكي إنه رزق الله على هاد الأيام الحلوة مثل ما سميت أنا ليلة الوفاء والحنين للأغاني للعص الدهبي فراغي بقدم في الحفلة ده توقع مروحي ومن الرميالي ورجع الحضور لأيام التسعينات لما غنى مرء كبير وسيدتي الجميلة في غنية بدك ترجع تعمل الهاروميكس تنازلها هلا بـ 2024 من الغنية اللي دربت زمين شو الغنية اللي بتختارها؟ الأربع اللي غنيتهم اليوم هارجع جددهم أنا حسيت يعني رح ينزلوا رح ينزلوا بتوزيع جديد أو نفس لازم، لازم والأغاني الأيقونية اللي لحنى صلاحي شرنوبي في حياته للرحلتين ذكرى ووردة رجع الجمهور سلطة وانطرب عليهم لما غنوهم أصالة أسماء المنور وننسي عجرة تحتك شكو عيولة نار عيولة نار شو هالسر إنك عن جد بنحسك من الزمن القديم وصوتك كمان بيلبق الكتير للطرابي لأنه يمكن من بدايتي من أنا وصغيري من أول ما بلشت أغني بلشت بالأغاني الترابية الناس بعدها بتتذكرني وبتحبني بهالنوع من الأغاني وأصالة من أبرز النجوم اللي كان ليه النصيب في التعاون مع صلاح فهو لحن لها أغنيتها الشهيرة تصور